موسيقى موسيقى أهلا بكم عزام شاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر نناقش فيها دور المخلوع صالح منذ الحصانة إلى الانقلاب على الدولة موسيقى حكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود وخرج من السلطة إثر ثورة شعبية لم يسبق لها مثيل لكنه خلف إرثا من الفساد والفوضى والفشل على كافة المستويات واستبق له مكانا في زاوية عميقة من الدولة الهشة لواصل من تلك الزاوية المظلمة القيامة بدور أشد فتكا في هدم الدولة وتخريب مؤسساتها وإدارة ثورة مضادة تحالف فيها مع الإماميين الجدد الذين لا يكنون العداء لثوار فبراير فحسب بل والثورة السادس والعشرين من سبتمبر والنظام الجمهوري بشكل عام الذي طالما تغنى به في خطاباته السابقة خاصة خلال حروبه الست ضد خصوم الأمس ضد خصوم الأمس حلفاء اليوم هذا من جانب من جانب آخر يرى أنصار المخلوع صالح أنه بريء من هذه التهم وأن تحالفه مع الحوثيين لا يعد عن كونه تحالفا مؤقتا لا علاقة له بالانقلاب بقدر علاقته بمواجهة ما يسمونه بالعدوان إذن نتساءل ما هو سياق التحالف المخلوع صالح مع الحوثيين وما هي الرهانات التي يتمسك بها وأنصاره لتبديد صورتهم هذه كأعداء للجمهورية وللدولة اليمنية التي كانت قاب قوسين أو أدنى من الاستفتاء على الدستور وهل كانت الحصانة هي الخطيئة التي أغرت المخلوع للانتقام من الشعب وصولا إلى الانقلاب هذه الأسئلة وغيرها ستكون محل نقاشنا الليلة مع ضيفين عبر الأقمار الاصطناعية من عمان عضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام الدكتور عادل الشجاع ومن مأرب الكاتب والباحث يحيى الثريا والبداية بالسؤال المشترك والبداية معك طبعا الدكتور عادل صالح هو مهندس الانقلاب وبدونه ما كان الإماميين أن يسقطوا الدولة هذا طرح إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح النظر من عدسة الكراهية لا يقودنا إلى الحقيقة بالضرورة وأعتقد أنه تحميل الرئيس السابق يعني كل الهزائم النفسية والهزائم الذاتية لنا كأفراد وكأحزاب في اعتقادي ليست هي الحقيقة ولا يمكن أن توصلنا للحقيقة التي نريدها إذا كنا بالفعل نبحث عن هذه الحقيقة نعم طيب أستاذ يحيى ثلايا هل سمعت السؤال؟ أستاذ يحيى ثلاث ضعيف طيب تسمعني الآن قيدا ألو نعم أستاذ يحيى كنت أتساءل عن مدى مسؤولية المخلوع الصالح عن إسقاط الدولة وإسقاط العاصمة أنه لو لاه ما كان الإماميين إسقاط العاصمة إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح مساء الخير عليك وعلى مشاهديك وضيحكم عمان بالتأكيد دور المخلوع الصالح ليس بالهيين وليس بالدور المساعد بل هو ساعل رئيسي في إسقاط الدورة اليمنية وتثمينه للبلاد هو جزء من التحالف الإمامي جزء أصيل بفوق أنه أصبح جزءا منها هو مارس أكثر صور الخيانة في تاريخ اليمن من خلال تراجعه عن مزاعمه التي كان يتحدث عنها باعتباره رئيسا الجمهورية اليمنية وحارسا كما يقول النظام الجمهوري لمدة تنفقر فإذا به يسلمها بالنصدقة حاقلة على الجمهورية وعلى الوحدة وعلى الديمقراطية وعلى مجددات البلاد التي اكتسبتها طوال عقود سلمها وهو جزء أصيل من هذه العملية المشبوعة في تاريخ البلاد نعم أستاذ يحياء طيب أتحول بهذا الطرح إلى الدكتور عادل إذا نتحدث الأستاذ يحياء بأن المخلوع صالح ليس مقرد واحد من العناصر التي أدت إلى الإنقلاب وإسقاط العاصل بل هو جزء أصيل ظلم يكون الفاعل الرئيسي في هذا الإنقلاب كيف تعلق؟ أولا المدخلات حينما تكون مدخلات خاطئة تؤدي إلى مخرجات خاطئة تتحدثون عن الرئيس سلم السلطة بانتخابات وتصرون على أنه مخلوع بينما هو سلم السلطة وأعتقد أن تحديد المصطلحات مهمة جدا إذا كنا سننطلق فقط من باب العداء والكراهية والحقد والثائر هذه مسألاء أخرى وإذا كنا نريد أن ننطلق من منطلقات سياسية ومصطلحات سياسية علينا أن نسمي الأشياء بمسمياتها ما يتعلق بالحوثي أنا أعتقد أنه جزء أصيل من الوطن وبالتالي علينا أن نتعامل معه بسلبياته وبإيجابياته ونرى ما هي العناصر التي أدت إلى استيلاء الحوثي على السلطانة في اعتقادي وكثير من المحللين يذهبون إلى ذلك هناك أربعة عناصر قوة الحوثي وهي طبعا ليست العناصر الأساسية وإنما هي العناصر المكملة هذه العناصر هي أولا المبادرة الخليجية ثانيا الدور التجمع اليمني للإصلاح الخاطئ في تعامله مع الجماعة الحوثي ثم أولاد الأحمر ثم بعد ذلك الرئيس هادي ويمكن أن نفصل هذه الأربعة النقاط والأربعة العناصر بما يعطي لكل نقطة من هذه النقاط دورها في تقوية الحوثي وقعله يصل إلى العاصمة صنعاء ثم التمدد بعد ذلك إلى بقية المحافظات الأخرى في اعتقادي أن المواقع اليوم هي ليست مع هذه الجماعة على أنها جماعة شاذة ليست جماعة وطنية وبالتالي إذا تعاملنا معها من هذا المنطلق فإننا سوف نتعامل مع خضية الثار والثار المضاد ممكن نتفق بأن هذه الجماعة انقلبت على السلطة وبالتالي يمكن مناقشة كيف يمكن معالجة هذه النقطة بالتحديد أما أن نتحدث عن جماعة إمامية وجماعة خارجة عن نطاق التاريخ في اعتقادي المطلقات ليست صحيحة دائما هذه الجماعة المملكة العربية السعودية تحديدا عملت على تقويتها وخاصة حينما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين على أنها جماعة إرهابية فمدت يدها لجماعة الحوثي وقوتها لمرحلة من الزمان وهناك كثير من القيادات قيادة الجماعة الحوثية زارت الرياض عن طريق لندان وعن طريق عواصم أوروبية أخرى إذا كنا نريد أن نحلل الواقع السياسي لهذه الجماعة والضروض المحيطة بها علينا أن نسمي الأشياء بمسمياتها سميها دكتور عادل أنت تقول بأنها ليست أو أن أطلاق المصطلحات من قبيل جماعة إمامية هو خروق عن المصطلحات الوطنية وأن هذه الجماعة جماعة وطنية ربما من وجهة نظرك لا أدري ما هو التوصيف الدقيق الذي يمكن أن تطلقه أنت كأكاديمي على هذه الجماعة هو بالتأكيد هذه الجماعة في الأساس هي باحثة عن السلطة مثلها مثل أي جماعة أخرى مثلها مثل بقية القوى السياسية الأخرى لنا تقرب نحن في اليمن لكل الأطراف السياسية الإصلاح حكم منذ 2012 وحتى 2014 وبالتالي كانت مسألة السلطة ومسألة المال هي المحركة الأساسي والرئيسي له مثلما أن هذه الجماعة مسألة السلطة والمال هي المحركة الأساسي والرئيسي لها فالمسألة الوطنية لا يمكن مغادرتها لكي نحكم على طرف من الأطراف بأنه غير وطني هذه جماعة ضاربة في أعماق التاريخ الوطني وهي قاية من عمق الشعب اليمني لا يمكن أن نصفها إلا بأنها جماعة وطنية نختلف معها في ممارستها للحكم في استحواذها على السلطة هذا موضوع آخر لكن أن نخرجها من الطاقة الوطنية بانتقاد هذه مصادرة لشريحة أساسية ورئيسية يعني طرحك ربما يكون قد فهمه أو لا أدري كيف يمكن أن يفسره ضيفا أيضا من ما أربل أستاذ يحيثت لا يتحدث الدكتور عادل بأن جماعة الحوثي وبطبيعة الحال الجماعة المتحالفة الآن مع المؤتمر الشعبي التابع للمخلوع صالح هي جماعة وطنية ضاربة جذورها في التاريخ كل ما في الأمر بأن هذه الجماعة فقط كانت راغبة في السلطة والسروة وقامت بما قامت به لهذا لأجل ذلك كيف تنظر إلى هذا الطرح أنا أرى أن خطة هذا الدكتور عادل الشجاع الليلة فيه شيء كبير من الوضوح يؤكد أن التعالف استراتيجي بين المخلوع والصالح بين المخلوع والحوثيين أتى الحديث الناعم عن وطنية جماعة الحوثي وعن جذورها الضاربة في التاريخ يؤكد أن المؤتمر وأن صالح سلم كل ماضيه للإمامة وأن ما يجري لا يمكن اليوم الحديث عنه باعتباره مجرد أداة أو مجرد خلف أو أنه انتقام هناك تحالف استراتيجي واضح يؤكده حديث الدكتور عادل الشجاع لنفي كلام عادل الشجاع والتحديث والتأكيد على الخيانة التي مارسها المخلوع ومن يتحدثون بسمه اليوم بإمكاننا مراجعة خطاب صالح تجاه الحوثيين وطوال ثلاثة وثلاثين سنة طوال حروب صادة هذه الجماعة التي كان يشنعها بأبشأ الأدويل وبإمكاننا أيضا أن نراجع خطابات الدكتور عادل الشجاع التي كان يكسبها منذ 2004 قبل أن يلتحق بمعسكر وبعد أن يلتحق معه اليوم أصبح جماعة الحوثي وحمام السلام وما زال عادل الشجاع يتكلم أن بإمكاننا مناقشة أنها جماعة انقلابية لم يعترف بعد أنها انقلابية ولم تمارس الانقلاب بضلا أن يعترف بأنها إمامية بالتأكيد العقفة لا يرون في الإمام خطا ولا منهجيته خاطئة ما يجري اليوم هو تمايز واضح في الموقف هذا يؤكد أن الخلافات وأن الإشاعات التي كانت تقولها أبواق المخلوع صالح في عام 2011 أن ثورة فبراير موجود فيها مسلحين وفيها ميريشيات إرهابية ويقتضون بذلك جماعة الحوثي اليوم حضر التمايز وفرض واضح الحوثي والمخلوع أصحاب المشروع الإمامي والانقلاب على السلطة في موقف واحد وشرفاء المؤتمر الذين انضموا إلينا وجماهير ثورة فبراير اليوم مجافعون عن الجمهورية وعام الكرامة في معسكر واضح والتمايز أصبح اليوم واضح أكثر من أي وقت المضى أما أن ينفي عنهم الإمامية وأن يحاول أن يمنحهم الوطنية فهم أنفتهم ما يجارون يعتبرون أنفتهم صلالة استفق الله للحكم وليس بإمكان هذه الأدوات الرخوة أن تمنحها المشروعية الوطنية نعم سيد يحيى طيب دكتور عادل تتحدث بأنهم جماعة وطنية وأن الخلاف يعني حسب وصفك خلاف سياسي كما نفهم إذن كيف تفسر كما طرح أيضا الأستاذ يحيى كيف تفسر خطابات المخلوع صالح في السابق خاصة أثناء ليس فقط خطاباته إنما أيضا حروبه السد ضد هذه الجماعة إذا كانت جماعة وطنية والخلاف كما تقول الآن أنت عنه خلاف سياسي أيضا المخلوع بعد الانقلاف تحدث عنه خلاف إداري كيف يمكن أن نوفق بين هذين المنطقين من الواضح جدا أن الحروب الستة التي دارت كانت هي في الأساس حرب إدارية ولم تكن حرب دينية مقدسة ولا حرب طائفية بالتأكيد وأنتم تدركون ذلك وأي جماعة تخرج على النظام والقانون تحت أي نظام تحت أي سلطة بالتأكيد هذه السلطة سواء كانت سلطة شرعية أو سلطة غير شرعية فهي لا شك سوف تحارب أولئك الذين يخرجون على هذا النظام والقانون سواء كان هذا النظام والقانون متعارف عليه في إطار دستوري أو خارج دستوري يعني كل جماعة في إطار سلطة من يخرج عليها تواجههم وبالتالي الحروب الستة كانت في هذا الإطار نحن حينما نتكلم عن إمامة وعن جمهورية نحن نتكلم عن طبيعة نظام عن ثقافة نظام ولا نتكلم عن مكون شعبي يمكن إزالته الثورة 26 سبتمبر حينما قامت لم تقم ضد حميد الدين كبيت حميد الدين وإنما قامت ضد ممارسات في إطار نظام الحب في إطار الإمام ذاته وفي اعتقاد هذا شيء واضح الحديث اليوم عن أن هناك تحالف هو في حقيقة الأمر لا أحد ينكر هذا التحالف والتحالف حدد نفسه وحدد موقفه في مواجهة العدوان وفي السياسة لا توجد صداقة دائمة ولا عداوة دائمة بالأمس هؤلاء الحوثيون الذين هم حلفاء للمؤتمر الشعبي اليوم كانوا يتحالفون مع حزب التقمع اليمني للإصلاح وبقية حزاب اللقاء المشترك والشباب الموجودين في شارع الدائري في ذلك الوقت في 2011 وهم كانوا يتحدثون في كل وسائل إعلامهم بأن هذه الجماعة ظلمت وشنت عليها حروب خارج إطار القانون والدستور وكانوا يتعاطفون معها اليوم يعني العكس من ذلك أصبحت هذه الجماعة إمامية وغير مقبولة يعني حيننا كانوا معا نعم دكتور آدل وطبيعة الحال كانت تحالف أو تواقد الحوثيين ضمن مكونات فبراير كانت ضمن قيم مشتركة وقيم وطنية متعارف عليها كانت الشعارات المرفوعة والقيم المتمسك بها جميع من في الساحة تتحدث عن دولة مدنية عن دولة نظام دولة القانون وبالتالي شعارات أنت تتحدثين اليوم عن شعارات لا يوجد لا يوجد أختي أسوان لا يوجد في العالم دولة اسمها دولة مدنية هذا شعار رفع حزب الإصلاح في ذلك الوقت وفي إطار المصطلحات السياسية الحديث عن المدني هو سيقل مدني يتحدث عن عازب وعن متزوج أو يمكن الحديث عن منظمات مجتمع مدني لكنه لا يوجد في العالم حق اسمها دولة مدنية طيب هذا الشعار لم يرفعه نعم هذا الخطاب و هذا الشعار لم يرفعه فقط شباب ثورة فبراير وإنما هي عنوين ترفع في كثير من الدول حتى المخلوع صالح طالما تغنى بفكرة الدولة المدنية دعنا دكتور عادل نذهب وقد تحدثت الآن عن أن هذا التحالف قاء لأجل مواقهة العدوان كما أسميته نذهب إلى هذا الكليب ونعود بعده لاستئناف النقاش أما اثنين اثنين سطح دفناها واحد أما الموادر الخليجي دفناها هذا هادي انتهت ولايته ليس له أي شرعية على الإطلاق ولأن نحن بسطة حفرة حفرة كبيرة جداً ندفن مخرجات الحوار حق موفمبي سنتفنها دف كاملاً لأنها جاءت لتمزيق اليمن بالأقاليم وأي من يتحدث عن الأقاليم نعم أي شخص يتحدث عن أقاليم هو خائن وأننا قد حفرنا حفرة كبيرة لمخرجات الحوار الوطني ودفنها سأخذ منك تعليق بسيط الدكتور عادل يعني بوصفك يعني لازلت في مؤتمر المؤتمر الشعبي العام التابع للمخلوع وأيضاً عضو مؤتمر الحوار وطني عندما تسمع هذا الخطاب من المخلوع صالح يتحدث عن مخرجات توافقت عليها كل القوى الوطنية وأنه سوف يدفنها ويعتبر كل من تحدث عنها ما هو شعورك أنت كمواطن أولاً كعض مؤتمر الحوار وأيضاً كمؤتمر شعبي عام ثالثاً لا بد أن نأخذ أي حديث في إطار في سياقه العام المؤتمر الحوار الوطني في الأساس هناك كثير من القضايا وهي التي أوصلت البلد إلى ما وصلت إليه لم تكن ضمن أجندة مؤتمر الحوار ذاته وما يتعلق بالأقاليم تحديداً هي وضعت في إطار القضية القنوبية ولو كانت قضية الأقاليم تريد فعلاً معالجة الأزمة التي تمر بها البلد لو وضعت في إطار نظام الحكم كان هناك محور من المحاور متعلق بنظام الحكم لكنها وضعت في إطار القضية القنوبية كنوع من الهروب إلى الأمام لتفقير الوضع وحزب الإصلاح لم يكن موافق على مسألة الأقاليم والكل كان يناور في ذلك الوقت لكنه كان يريد أن يدفع بالآخرين لكي يتبنون قضية تفقير هذا الوضع نعم على أي حال أنا سألتك عن موقف أنت وعن موقف المؤتمر الشعبي العام مما قاعد لسان المخلوع لم أسألك عن موقف الإصلاح ولا القوى الأخرى وبطبيعة هذه القوى لم تعلن الحرب كما فعل تحالف المخلوع مع الكوتيين من الذي أعلن الحرب لم تبدأ المواقهة بقيادة حسين الأحمر والميليشيات في صعدة ثم بعد ذلك انكفأوا وانهزموا ثم تمددت الحرب من الذي بدأها لم تبدأ في دماغ وكانت الميليشيات تحارب هناك طيب أستاذ يحيث إلى أي مدى تعتقد فعلا بأن مخرجات الحوار الوطني وخاصة فيما يتعلق بالأقاليم كانت هي شرارة الحرب وكانت هي واحدة من أهم ما جمع تحالف المخلوع صالح مع الحوثيين أولا الدكتور عادل تكلم أرحب بك طبعا عبر علاق مارسناعين مثل ممارس المشترك فضل أهلا وسهلا يريد المقارنة بينما مارسه الشباب الثورة في 2011 من استضافة أو من السماح للحوثيين بالتواجد في الساحات وبينما مارسه المخلوع من التحالف مع هذه الجماعة الإمامية يا سيد عادل أنت تعرف جيدا أن ما شهدته ثورة 2011 كانت ساحات انضم إليها الكل كان الحوثيين يدرسوا ياسين في خيامهم وفي النصف الآخر كانوا في ملعب في ملعب الثورة وفي ميدان التحرير يقتلون شباب الثورة ضمن حلف المخلوع صالح كما كانوا أيضا يتمددون بالتحالف مع المخلوع في الجوف وصعدة ودماج وعمران وكشر حجة وفي كل مناطق اليمن وما كان تتويج التحالف إلا تسليم صواريخ ألوية صواريخ الدولة اليمنية التي ظل صالح يشتريها ويخبيها 33 سنة للإمامة أو نسخة الأخيرة من الإمامة انقلابهم على الحوار الوطني يقول الدكتور عادل أن الإصلاح لم يكن موافق على الأقاليم الإصلاح إن لم يكن موافق فهو التزم بقرارات المخرجات لم تكن في الحقيقة لم تكن مخرجات الحوار الوطني هي المشكلة كانت هناك مشكلة عميقة تربص قديم الحوثيون والإماميون يتربصون بالجمهورية وبالوطن منذ عام 1962 كان هناك شغل وطابور خامس يتحرك في أجهزة الدولة ابتدأ منذ المصالحة في عام 1967 وما كان لهم المخلوع الصالح منذ وقت مبكر عبر تحالفه معيح المتوكل مع أحمد القحلاني معيح الشامي اليوم من يمثل الجيش هو المستشار السياسي من يمثل الحوثي في الجيش أو المساعد مساعد رئيس المجلس السياسي هويح الشامي وابنه الذي تعير نائب رئيس سيئة الأركان هذا الرجل ظل أداء من الأدوات القذرة للإمامة وللمخلوع في وقت واحد ما يؤكده أن تحالفهم كان مبكر انقلابهم عن مخرجات الحوار الوطني اليوم ليست إلا حلقة من انقلابات المخلوع صالح على اتفاقية الوحدة على وثيقة العاد والاتفاق على انتخابات 97 على الاندخالات النيابية في 93 على مشروع الإصلاح السياسي الذي قدمه اللقاء المشترك على مبادرته في 2011 على كل الجهود الوطنية هذه هي مسيرة صالح يمارس نفس الخبز والقدر الذي تمارسه الإمامة لا يعد أن يكون أحد أدواتها في البلد نعم أنا تعتقد أيضا أن الحصانة كانت واحدة من أسباب تمكن المخلوع خلال الفترة الفترة التي تلت المبادرة الخليجية وبناء تحالفاته وتقوية أدواته للانقلاب على المبادرة نفسها والتي تحدث بأنه سيتفنها فيما بعد والاتفاف عليها بريك أستاذ بالتأكيد الحصانة التي منحت للمخلوع صالح كانت سبب في ما مارسه من انقلاب ومن تدقل في الحياة السياسية ثورتنا في 2011 انتهت بتسوية سياسية احترم أطراف الثورة فيها التدخل الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وهي المبادرة التي كتبها المخلوع بيده ولم يرفضها صراحة يومها إلا الحوثيون الذين تحججوا على الحصانة بينما بعد أن دخلوا صنعاء تحولوا أمنحوا فوق الحصانة حماية وتحولوا إلى عكفة في أبواب منزله في شارع طبخة لكن يبدو أن عناية الله بالشعب اليمني كانت تتداركه نحو هذا المسار ربما لو كان أخرج علي صالح من المشهد في عام 2011 كان سنجد له هناك من يتضامن معه أما اليوم بعد أن خرج الحمار إلى السوق كما يقول المثل الشعبي فالتمائز الواضح والتحالف الأوضح بين الإمامة والمخلوع يبرر للشعب اليمني اليوم إنجاز ثورته لا نزال دكتور عادل إذن الحصانة لم يستفد منها المخلوع صالح وبددها خلال الفترة التي ترى تلت المبادرة الخليجية برغم أنه صدرت بحقه خلال تلك الفترة ظهر اسمه كواحد من معرقلين للمرحلة السياسية لم يستفد من تلك الحصانة ولم يستفد من تلك التحذيرات الدولية واستمر في غيه والنكوص باتفاقاته مع الإقليم ومع المجتمع الدولي إذن وصل إلى الحرب والانقلاب لا أي مدى تعتقد بأنه فعلا بدد هذه الحصانة وخسر الفرصة الأخيرة له من الشعب ومن الإقليم ومن المجتمع الدولي لم يكن علي عبدالله صالح بحاجة لهذه الحصانة لأن كان شعبه يحميه في الأساس وهو لم يكن قد ارتكب جرائم إنما الحصانة ربما أفادت من كان يعمل معه لماذا قبل بها علي محسن الأحمر وبقية قيادة الإصلاح هي التي استفادت من هذه الحصانة وأبقتهم لماذا لم يحدث هذا البند في المبادرة الخليجية إذا كان لم يستفد منها وإذا لم تكن واحدة من شروطه يعني لماذا قبل بوجود الحصانة في المبادرة الخليجية هي قاعد ضمن هي قاعد ضمن المبادرة الخليجية وبالتالي قاعد في سياقها لكن نعم كان عليه إذا لم يكن مقرم حر إذا لم يكن مقرم حر لماذا لم يطالب بحلفها حتى لا تشوهش وتشوهها تاريخه السياسي في اعتقادي أختي العزيزة في اعتقادي أختي العزيزة أنا لا يمكن أن تضحكون على المتلقي ولا تضحكون على الشعب بالمطلق كنتم تولولون وترفعون أصواتكم حينما قتلتم أنتم 42 شاب في الساحة وأتهمتم فيها النظام حينها ومع ذلك قلنا معكم أن هذا النظام ظالم ويمكن محاكمته اليوم أنتم تصمتون عن قتل عشرات الآلاف وتصمتون عن قتل أناس يعني يذهبون إلى العزاء ويذهبون إلى الأعراس ولم نسمع منكم كلمة واحدة بمعنى أنكم كنتم توجهون الرأي العام فقط للوصول إلى تحقيق مآربكم التي اكتشفها في نهاية الأمر هذا المواطن لم يعد تنطلي عليه مثل هذه المقولات لم نسمع منكم بعد قتل عشرات الآلاف من اليمنيين بأكثر من 300 ألف صاروخ وبقنابل محرمة دوليا لم نسمع منكم اعتراضا واحدا مع من تتحدث؟ عن من تتحدث؟ نعم لم يسمع منكم من تقصد بهذا الخطاب؟ دعيني أكمل إجابتي وعليك أنت سألي ما شئتي أكمل إجابتي وعليك أنت سألي ما شئتي فقط أستوضح أنت تقول أنتم قبيلتم وأنتم صمتتم لمن هذا الخطاب توقيه أنت؟ هذا الخطاب لكم أنتم أولا في هذه القناة ألم تكون السيدة توكل كرمان إذن معلوماتك خاطئة سيد عادل لم يبقى مع علي عبد الله صالح إلا ميدان السبعين حينما أردتم أن تضعف الرجل كنتم تقولوا معه ميدان السبعين اليوم تقولون هو الذي تحالف وهو الذي أسقط الدولة وهو الذي مكن الحوثيين قمة التناقض بين 2011 الرجل لا يملك شيء وبين اليوم أن يملك كل شيء فقط أعرق الآن على ما قاله ضيفك الكريم من مأرب ما يتعلق بزكريا الشامي من الذي رقى زكريا الشامي من رتبة مقدم إلى رتبة عميد وعينه نائبا لرئاسة الأركان أليس الرئيس الفار هادي الموجود بالرياض والذي يعمل على قصف بلده ويستدعي العدوان الأقنبي إلى بلده أليس هو من أعطاه هذه الرتبة وعينه نائبا لرئاسة الأركان ليس علي عبدالله صالح هو الذي عينه أليس هذه هو الذي استقبل الحوثيون إلى عمره ثم أدخلهم إلى صنعاء ثم قال بعد أربعة أيام بأن صنعاء لم تسقط ولم تسقط أليس هذه هو الذي شكل لقنة للمصالحة ولوحف إطلاق النار بين الحوثيين وبين اللواء الثالث حراسة اللواء الثالث حراسة رئاسة وكان رئيسا لهذه اللقنة هو وزير دفاعه الصبيحي لم يكن علي عبدالله صالح هو الذي عمل ذلك الأسئلة سمعها سمعها السيد يحيات سولايا عليكم أن لا تغالطون أنفسكم فالمتلقي قد عرف كل شيء لتوضيح دكتور عادل أبن أعطيتك وقت كافي علينا أن نركز كما قلت في بداية حديثي نعم من تلك العدسة المضخمة يعني لإعتقادنا وللتوضيح دكتور عادل إذا كنت تتحدث عن القناة فالقناة تتحدث عن جميع الضحايا وتنشر كل ضربة يقوم بها التحالف استهدف المدنيين سواء على المصور قناة أو مواقف شباب السورة ربما أنت لا تتابع هذه المواقف نعم هذا فقط للتوضيح لكن بالمقابل لم نسمع منكم أنتم أي موقف تعلق بقتل المدنيين في المحافظات أستاذ يحيث سولايم لديك تعليق على ما طرحه الدكتور عادل ربما الحديث عن تحرك الألوية التابعة المخلوق صالح إلى المحافظات الأخرى كيف يمكن تفسيرها في الوقت الذي تتحدث عنه تتحدث عنه هذه الجماعة بأن هذا التحالف فقط قائم من أجل العدوان على فكرة سيدتي أسوان الدكتور عادل الشيجاع كان في فترة من الفترات يزعم أنه حداثي وليبرالي ومثقف الخطاب الذي يقدمه اليوم يكفي للتعبير عن الحالة التي وصلت إليها بلادنا والمقدرة التي يبديها المخلوع ويجنوده في التحول والتكيف والارتكاس بالنسبة لسؤال السيد عادل عن من هو الذي عين زكريا الشامي نائبا لرئيس الأركان نعم عينه الرئيس هادي عينه الرئيس هادي وفوهات المدافع فوق منزله عينه وصاحبك صالح يتصل بعيد البخيتي يكلمه ويوافيه بالأخبار وبعد أن كانت قوات الحرس الجمهوري أصبحت أداه من أدوات الانقلاب هادي اليوم الذي تولول من تواجده في الرياض لم يكن إلا في نفس المدينة التي هرب إليها صالح محروقا في عام 2011 اليوم صالح عبد الرب منصور هادي في عدن عاصمة اليمن الاتحادية علي محسن صالح في محافظة مارب أحمد عبيد بن دغر في حضر موت اليوم البلد تستعيد كرمتها إن كان من ثمة كلمة نقولها فهي أننا نتوجه بالشكر الجزيل والكامل لعلي عبدالل الصالح والحوثي على ما كشفوا به الجمر الكامل تحت الرماد اليوم أصبحت الأمور واضحة يكفي أننا كشفنا هذه العقول التي كانت تتحدث باعتبارها مثقفة اليوم وهي تقدم هذا الخطاب المأساوي المؤسف وتلوك خطاب العدوان لا يمكننا إلا أن نفخر بأننا اليوم نقود ونتحرك خلف قيادة الرئيس هادي وخلف نائبه ورئيس حكومته في معركة هي أقدس معارك التاريخ امتداد معركة سبتمبر وامتداد الاستعادة اليمن الجمهوري إن شاء الله اليوم تحركات الألوية ألوية الحرس الجمهوري ليست إلا واحد من الأدلة التي يقدمها المخلوع صالح في طريق محاكمته واستعادة اليمن إن شاء الله صنعاء اليوم تسمع مدفعية الجمهوريون الجدد القادمون من نهن ومن الجوف عدا على عدا حرة وتعز على وجهك التحرير لا يمكن أن نجد دليلا أكثر وضوحا على ارتكاسة المخلوع وعلى التحالف الإمامي أكثر من خطاب الدكتور عادل الشجاع طيب ونذهب أيضا إلى كليب آخر لبعض التسريبات حول الاتصالة التي جرت قبيل الإنقلاب لنعود بعدها لاستكمل هذا النقاش مرحباً نعم دكتور عادل بالاستماع إلى هذه التسريبات بداية تعليق على مستوى اللغة التي تحدث فيها المخلوع صالح أنا ترى بأنها أقرب إلى زعيم عصابة منها إلى رئيس دولة بالعكس هو يتكلم عن أولئك الذين عملوا على تفكيك خامس جيش في المنطقة العربية لكي يسهلوا للولولة والبكاء والدموع التي يسقطونها اليوم على أن الجمهورية سقطت هؤلاء ذهبوا لتفكيك الجيش ابتداءاً من ما قام به حزب التجمع اليمنى لإصلاح من الاستيلاء على مجموعة من الألوية بكامل عتادهم في محافظة الجو ثم محاولة مواجهتهم للحرس الجمهوري في منطقة الصمع هم الذين بدأوا بمثل هذه الممارسات ثم يعترضون اليوم على ما قام به الحوثي علي عبدالله صالح يتكلم بحرقة عن جيش تم بنائه للدفاع عن اليمن وعن الجمهورية ثم ذهبوا لتفكيكه وحدث ما حدث طيب الهيكلة دكتور عادل دكتور عادل يعني كان السؤال عن مستوى اللغة الخطاب يعني الخطاب يعني تحدث عن قائد في الجيش باعتباره كلب وكلب أعرق يعني في الوقت الذي بعدها بأيام بعد هذا الخطاب بأيام خرج بعزاء مبقل لهذا القائد يعني وهذا التنقض ليس هو الآن سؤالي سوف نذهب إلى صميم ما جاء في هذا الاتصال الحديث عن الهيكلة وأنت الآن تبرره الهيكلة هذه قزء من المبادرة الخليجية التي وقع عليها وهذا تراجع طبعا بطبيعة الحال إذا كان رافض الهيكلة أو لديه مواقف من الهيكلة كان عليه أن يرفض التوقيع على المبادرة الخليجية يعني هذا أولا ثانيا تحدث في هذه التسريبات التي تبررها أنت الآن بسماحه بالانقلاب على السلطة وإسقاط صنعه وإسقاط اللواء 310 كيف يمكن أن تبرر لهذا الشخص الذي من مفترض أنه كان بعيدا عن عمل السياسي العسكري في تلك الفترة وأنه لا علاقة له بالتحالف مع الحوثيين وأن تحالفه فقط بدأ من بعد التدخل العربي يوخذ الكلام في سياقه ولا يوخذ الكلام بتبريراتنا نحن أي كلام يوخذ بسياقه وفي هذا السياق في الأساس هو يقول أنتم هيكلتم القيش وبتحالي تحملوا مسؤوليتكم لكنه لم يقول أنا متحالف حتى أنا أسقط عمران ثم العاصمة أنا أذكرك فقط أما المشاهد الكريم فهو يتذكر بأن هادي يوم كانوا يدفنون القشيبي في صنعاء ذهب إلى عمران واستقبل الحوثيون هناك ثم أتى بهم إلى صنعاء ثم خطابه بعد أربعة أيام من دخولهم إلى صنعاء وقال من يقول أن صنعاء سقطت صنعاء لم تسقط ولن تسقط هو أيضا شكل لجنة برئاسة وزير دفاعه في ذلك الوقت بهدف أن يمنع النواء الثالث حراسة رئاسة من المواقهة هو الذي بوسطة وزير دفاعه سلم لهم وزارة الدفاع هو الذي مهد لهم كل ذلك ثم لماذا لم يستطع الدفاع النفسه هذه إذا كان هادي شعلا كان ممسك بزمام الأمور نعم دكتور عادل إذا كان هادي من كان ممسك بزمام الأمور في المؤسسة العسكرية حينها لماذا نسمع هذا الخطاب من صالح مع المشايخ حول صنعاء في تلك الفترة وكأنه هو القائد والمحرك لهذه التحركات العسكرية أبدا أبدا لا يوحي لا يوحي كلامه بذلك كلامه يوحي بأنه رجل ضعيف رجل ضعيف وغير قادر على فعل شيء وبالتالي هو قال أنه أنتم هيكلتم القيش وقال أيضا سلموا لهم عمران سلموا لهم القشيبي لا أدري لماذا تقتزع أنت دكتور عادل ما تشاء من هذه التسريبات الرجل تحدث بالحرف بأنه ردا على حديث الشيخ كهلان بأنه سلموا لهم القشيبي وسلموا لهم عمران أستاذ يحيث تلايا كيف تعلق على مسألة أن الرجل كان ضعيفا ولا علاقة له بتلك التحركات ولم يكن له يد بكل ما حدث بالتأكيد هو ضعيف أختي أسوان ضعيف وطنية وضعيف في الكرامة أن يصف علي عبدالله صالح اللواء الشهيد حميد القشيبي رحمة الله عليه بالأعرج الوسخ ويهدد الناس بأنه سيشربهم من مياه المستنقعات فهو يمارس فعلا الحرقة التي تكلم عنها عادل الشجاع عادل الشجاع يصف هذه القذارات بأنه دليل عن حرقة وبالفعل هي حرقة وحماقة الأعرج الوسخ كما تكلم عنه اللواء الشهيد حميد القشيبي وصيب وخسر رجله في معركة من معارك الشرف التي كان يقودها المخلوع صالح وصيب في عام 2004 تقريبا وعام 2005 في مران وهي قاتل الجماعة الحوثية المتمردة تجاه أو بقيادة المخلوع صالح لكن المخلوع صالح الذي ارتكس لاحقا وسلم البلاد للإمامة وأكد لقاوين التي تقول أنه كان يسلم من بقي من شرفاء الجيش الوطني لمحرقة الحرب في صعدة والتضحية بأبناء صعدة في معركة الحاقدة الجمهورية وتوريط الأشقاء في السعودية من خلال تدخلهم في الحرب السادسة والخامسة كل ذلك يؤكد أن الرجل سيء وقبيح النوايا وفيما كان العميد البطل الشيد حميد القشيبي رغم خسارته لقدمه لإحدى قدميه يقف على عكاز ويناظل حتى بذل روحه استشهادا في المعركة المقدسة فقد كان صالح يكيد بالناس ويتواصل مع أصهاره في قبيلة حاشد ويسيح حتى للقبيلة حاشد لم يعد لديه من خلال اتصالة المسربة في قبيلة حاشد إلا كالان وشارب صهرة ومبخوت المشرقي صهرة حتى جليدان حليفة أساء إليه فضلا عن إساءته الوقحة للعميد حميد القشيبي وانقلابه على رئاسة الجمهورية وانقلابه على الدولة والجمهورية اليوم التبرير الذي يقدمه عادل الشجاع بأنه حرقة والذي يقدمه نبيل الصوفي بأنه دهاء دليل على أن هؤلاء المزيفون من أدعاء الثقافة يمارسون أقدر مما تمارسه الإمامة نعم لكن في كل الأحوال نراهن نعم طيب دعني أحول هذا أنما سيهيل هؤلاء هو الحوثي وسيحيل كلهم شر ركلة نعم دكتور عادل طالما قريت بما جاء في هذه التسريبات طبعا الرجل تحدث عن تسليمه ومشاركته الأساسية في إسقاط الدولة في حين تصريحاته الأخيرة والمستمرة يتحدث عن أنه أنه تحالف مع الحوثيين لمواقهة العدوان كيف أنتم كمؤتمر شعبي عام كيف تواقهون أنفسكم وتواقهونه بهذه التناقضات وهل من موقف ربما أو رهانات معينة لكم عليه بعد كل هذه التناقضات المفضوحة أولا نختي العزيزة يعني لا نريد أن نقفز على المواقف نحن ما زلنا نتذكر القول اليدومي حينما بدأت المواقهة بين الحوثيين وبين اللواء 310 قال اليدومي بأن التقمع اليمني الإصلاح ليس أبو فاس ولن يقوم بما تقوم به الدولة بمعنى أنه إحنا لن نواقف وفر الجميع من هناك ومشايخ حاشد ومشايخ حاشد فروا أيضا وتركوا القبيلة لمصيرها فالقبيلة رأت بأنه إذا كان هؤلاء الذين ضحكوا عليهم لعشرات السنوات بأنهم مشايخ وأقوية ولديهم الإمكانية قد هربوا إلى خارق البلاد فهم سلموا وسلموا الأمر وأعتقد هذا هو أشياء الطبيعي من أراد أن يواقه الحوثي لا يواقهه بعلي عبد الله صالح عليهم أن يعودوا من إسطنبول ويعودوا من الرياض ويواقهون الحوثي هذا كالميدان أمامهم أما أن يطرم من علي عبد الله صالح يتهم بأنه تحالف معهم ومطرم منه أن يحاربهم ويواقههم أعتقد أن هذا عتاه الحديث اليوم عن المسألة الوطنية واللاوطنية وهناك من يحدد من هو وطني ولا وطني دكتور عادل نتحدث عن تناقضات الرجل نعم عن تناقضات الرجل ولا نطلب منه أن يتحالف وأن لا يتحالف في نفس الوقت هو يتحدث بأنه لم يتحالف بينما تصريحاته واتصالاته في تلك الفترة تؤكد بأنه تحالف هذه تناقضات موجودة في رؤوسنا نحن التناقضات موجودة في رؤوسنا أما ما يتعلق اليوم الحديث لو أن هؤلاء يقاتلون الحوثي لا آمنتوا ببطولاتهم أما أنهم يذهبون لأن يأتوا بالعدوان الخارقي ويأتوا بالمرتزقة من نصف دول العالم ثم يزعمون بأنهم وطنيون وهؤلاء لا وطنيون الذي قول حوثي اليوم هو الاتيان بالعدوان الخارقي وقع على الناس جميعا يصطفون لمواقعة العدوان الخارقي ربما كانت المعركة ستغير أستاذ يحيي تعليق أخير على ما قامت بكلام الدكتور عادل برأيك ما هو الآفاق المستقبلية للبلد وللمعارك في البلد مع استمرار المخلوع صالح بهذه المواقف ومن حوله أيضا السؤال لأستاذ يحيي تلايا نعم سيد عادل سيد عادل سيد عادل سيظل الناس اليوم في الميادين يدركون الخطى جيدا إن زاحت كل الأقنعة وكشفت كل الهالات الزائفة اليوم اليمنيون يستعدون لاستعادة بلادهم وإكمال مسيرة سبتمبر وفبراير وسيظل عادل الشجاع وصالح يتحدثون عن الإصلاح وعن يدومي وعن هادي وعن أبو فاس هذه هي الرؤية التي أظن أنها تتجه اليمن إليها سيظلون في غيهم إلى أن يدعسهم الحوثي شر دعسه أنا أتوقع أن هؤلاء سيخلصنا منهم الحوثي قبل أن نصل إليهم سينالون الجزاء الكافي علي عبدالله الصالح اليوم ليس في المكان الذي كان يرغبه أو يتمناه هو في شر حاله إذا كنا نزايد عليه كما يقول عادل الشجاع بأنه لم يعد لديه إلى ميدان السبعين في عام 2011 متهم أن تكون كرمان بهذا القول فإنه اليوم لم يعد عنده إلا منزله في جارع الكومين وبإمكان أصغر مشرف حوثي في مديرية السبعين أن يهين كرامته وأن يشربه من المستنقعات التي خوف اليمنين بأنه سيستيهم منها شكرا جزيلا وأشكركم أضيفيا الكريمين من عمان عضو اللقنة العامة بالمؤتمر الشعبي العامة الدكتور عادل الشقاع ومن مأرب الكاتب والباحث يحيى الثلية كما أشكركم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة في الختام تقبل وتحياتي أنا أسوان شاهر ومعد البرنامج أسامة القطيب وكافة الفريق الفني البرنامج ألتقيكم في حلقة جديدة من فضاء حر الأسبوع القادم في نفس الموعد في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة